تصعد التنديد العالمي بتصريحات الوزير المالية المتطرف الإسرائيلي بيتسل إيل سيموتريتش قال فيها إن تجويع أهل غزة مبرر وأخلاقي حيث ندد الاتحاد الأوروبي وطالب الحكومة الإسرائيلية بسحبها وإدانتها وفقا لتقرير في الجارديان البريطانية فإن المتطرف قال لا أحد في العالم سيدعنا نجوع مليوني إنسان رغم أن ذلك مبرر وأخلاقي من أجل تحرير الرهائن وفي تفاصيل الخبر قالت أو نقلت المجلة أن سيموتريتش أضاف أن إسرائيل تسمح للمساعدات الإنسانية بالمرور فقط لأننا نملك خيارا آخر وأكمل معبرا عن أسفه لكون إسرائيل في وضع يتطلب شرعية دولية لشن هذه الحرب ووفق التقرير رد الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن تجويع المدنيين عمدا هو جريمة حرب لا يمكن التغاضي عن هذا المسمى وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تبتعد عن هذه التصريحات مثل تصريحات وزير المتطرف اليميني بيتسل إيل سيموتريتش كما انتقدت فرنسا سيموتريتش قائلة أن تقديم المساعدة الإنسانية لشعب قطاع غزة واجب على إسرائيل بموجب قانون الدولي الإنساني كونها تتحكم في جميع منافذ الوصول إلى القطاع ودعا وزير الخارجي البريطاني ديفيد لامي باقي أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى سحب تلك التصريحات بل والتنديد بها